ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله 8 شتنبر والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من الجهات المملكة وتقرر خلال هذه الجلسة الإعلان عن حداد وطني لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني العمومية كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لآداء صلاة الغائب بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية وكانت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي سجلت مساء أمس الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز قد ارتفعت إلى 137 وفات و1104 إصابة من بينها 721 إصابة خطيرة وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت 19 تنبر ترجمة نانسي قنقر